مرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة اللي غذين تكلموا فيها على آخر مستجدات قضية الصحراء المغربية في نقطة الأولى غذين شوفوا كيفاش أن جو بايدن الرئيس الأمريكي در أكبر مقلب للكابرانا ديال الجزائر في نقطة الثانية أمريكا تعطي الانطلاق للانتقال نحو السيارات الكهربائية ماذا يعني ذلك؟ في نقطة الثالثة هل تتجه الحكومة المغربية إلى فرض إجبارية التلقيح؟ في الأيام المقبلة لتفادي الأزمة الإخوة الكرام قبل ما بدأوا في هذا الفيديو ما تنسوش تضغطوا على الزر لايك شاركوا هذا الفيديو على أوسع النطاق وتنخارطوا معنا في القناة ونبدأوا الحلقة ديالنا من خيبة الأمل الكبرى اللي عاشوا الكبرانات فيها ديالتنا وهنا الأمر كيتعلق بواحد تغريدة ديال جو بايدن الرئيس الأمريكي اللي تنشر على الحساب دياله واحد تغريدة واللي كتتعلق بخريطة ديال اللقاح عبر العالم مشحل ديالناس أو للنسبة ديالشحل ديالناس للقاح في العالم هاد الخريطة اللي تنشرات على الحساب ديال تويتر ديال جو بايدن كان فيها مجموعة ديال الأخطاء ولكن الشيء اللي الفتل الانتباه ديال الكبرانات هو الخريطة ديال المغرب وقلكة والدهاوة جو بايدن لا يعترف بمغربية الصحراء ونشر واحد الخريطة ديال المغرب لما بتغرط الصحراء وهنا السؤال الأول لكي تطرح كيفاش أنا ديال الخريطة فيها مجموعة من الأخطاء ولكن الشيء الوحيد الذي أثار الانتباه ديال الكبرانات هو المغرب لأن الهم ديالهم هو المغرب والأجندة المعادية للمغرب وهاد شيكي بين ديك النفسية المحطمة والمنهزمة ديال الكبرانات لمتعطيشي لأي فرصة ولو كانت صغيرة باش أنها تعطيهم الأمل صافي غريبان هذه الخبر وهذا يخرجوا بالتهليل والتطبيل وفرحاني نقل كودي بأن أمريكا تراجعت على الاعتراف بمغربية الصحراء وهنا ره كيبان المدى ديال ذاك الضرر اللي تلقاه من خلال الاعتراف والوقت اللي تم الإعلان فيه من أمريكا بالاعتراف دياله بمغربية الصحراء هنا كيبان الحجم ديال الضرر والصدمة اللي تلقاه وهو بقوك يقلبوا على أي طريقة باش يخرجوا من هاد الكابوس الأسود اللي خلى الكبرانات بلعنعاز حناش نبي ان دونالد ترومب من المشاقة اللي يجي جو بايدن خليت تراجع ما كانش دكشي وكانشوفه حاليا في ما كانشي فرصائي لو كيطلعو وجاتهم هاد المناسبة ديال الخطأ اللي وقع عبر الحساب ديال تويتر ديال جو بايدن وكانت تهليل وكانت تطبيل وكانت الفرحة مقدتهم فرحة ولكن الفرحة ماتم ماتش كيف ما كانقوله وهو يخرج بايدن وقام بحذف تلك التغريدة اللي كانوا فرحانين بها ويقول لهم اراكم شاركتوا معنا في الكاميرا الخفية لان احنا ليخو الكرام نظام اللي ما بغاش يفهم لا بأس انك تضحك عليه العالم تتقوله طلعتك الكرموس نزلش كون قال هالك لان ليخو الكرام فدل مسألة دي الاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء اراها امريكا دارت كل شي اللي كتبين فيه في اخي المطاف بانها مو تشبيتة بهذا الاعتراف والتعاملات مع هاد نظام الكابرانات بمنطق التكرار يفيد الحمار والحمارة الاخو الكرام فهم والكابرانات ما بغاش يفهموه شفنا المناورات الامريكية المغربية دي الاسد الافريقي اللي كانت في الاقالي من الجنوب دي المغرب الاشارة فيها راه واضحة شفنا الناطق الرسمي باسم الخارجية الامريكية اللي تكلمه قال ليس هناك اي تغيير في الموقف الامريكي من قضية الصحراء خرج قالها بالسانو شفنا المساعد دي الوزير الخارجي اللي جن المغرب وقال بوريطا ليس هناك اي تغيير وامريكا مستمر في هاد الاعتراف بتصريحات اللي هي رسمية وواضحة شفنا تصريح الاول ديال جو بايدن والبيت الابيض اللي بينه خلال المرحلة الانتقالية ديال الحكم ما بين دونالد ترومب و جو بايدن بان المصار اللي اخداه دونالد ترومب في الملف ديال الصحراء غدي يبقى هو هو زيد على ذلك التعم العسكري والسياسي الكبير اللي كتقدموا امريكا للمغرب لما نتكلموا على الاستثمارات واشياء اخرى وهناك تطرح السؤال بالنسبة لدى الاحلام ديال الجزائر اللي في كل مرات وحين كتتبخروا كتتصيبوا في اخي المطاف خيبة ديال امل غدي يمشون تكلموا على واحد الموضوع اللي شيئا ما هو موضوع كبير وهو موضوع الساعة وهنا الامر كيتتعلق بالسيارات الكهربائية ومستقبل العالم دبا وبالله عليكم الاخوة الكرام واش امريكا في هاد القطع اللي كشكل مستقبل جيال العالم واللي كشكل الاقتصاد والمستقبل وكل شيء واش غدي يمشوا ويستثمروا مع الكابرانات او لا غدي يمدوا يديهم الكابرانات ليه في ديلتنا الاخوة الكرام الرئيس الامريكي يعتزم تسريع الانتقال الى السيارات الكهربائية في الولايات الامريكية المتحدة يعني بغي يدير واحد السباق مع مجموعة من الدول اوروبية والصينية باش ان امريكا يكون عند السبق في هاد المجال جيال السيارات الكهربائية ونحن نعلم جيدا بان السيارات الكهربائية يمني كنت تكلموا عليها كنت تكلموا مباشرة على الموارد الطبيعية والمواد الاولية اللي من خلالها يتم صناعة البطاريات ومجموعة من الاشياء اللي كتخص التكنولوجيا المستعملة في هذه السيارات ونحن نعلم جيدا بان الصحر المغربية وجبال تروبيك هو المكان الاساسي واللي قد يعتمد عليه العالم كمورد اساسي في المجال دي لصناعة السيارات والان بايدن يعطي الانطلاق قد يلت السباق في المجال جيال صناعة السيارات وبالتالي هنا تتضح الصورة شنهو المستقبل جيال علاقات الامريكية المغربية لكن نقول لكم قبلة لاخوة الكرام راه التكرار يفيد الحمار الا ان الحمار راثام والكابرانات ما بغوش يفهمون لان هنا راه المعطيات هي واضحة ونقرأ لكم الاخوة الكرام الخبر ماذا يقول يكشف الرئيس الامريكي الخميس خطته لجعل صناعة السيارات الامريكية اكثر مراعاة للبيئة في مواجهة منافسين صينيين واوروبيين شريسين مع زيادة مبيعات السيارات الكهربائية وتشديد الضوابط البيئية التي خففها سلفه دونالد ترامب وهدف جو بايدن هو ان يكون نصف السيارات التي تباع في الولايات الامريكية المتحدة بحلول سنة الفين وثلاثين معذوم الانبعاتات ما يشمل السيارات الكهربائية والسيارات الهاجينة هايبريد التي تعمل بالبطاريات الكهربائية او الهيدروجين وفق وثيقة كشفها البيت الابيض وسيوقع بايدن مرسوما بهذا الصدد الخميس وهو يعتزم وضع امريكا في موقع يمكنها من قيادة مستقبل السيارات الكهربائية وتخطي الصين التي تستمر في هذا النوع من السيارات وتنتج وتبيع منها بشكل مكثف ومواجهة الازمة المناخية ومن جهتها اكدت شركة الامريكية الثلاث الكبرى للسيارات طموحها المشترك هو التوصل بحلول الفين وثلاثين الى ما بين ربعين وخمسين في المياه من مبيعات السيارات في الولايات المتحدة من هذه الفئة وهنا الاخوالكيرام الامر هو واضح والعالم يتجه نحو حضر جميع السيارات الملوثة للبيئة ويتجه نحو الطاقات النظيفة والليكن نعلم جيدا بان المغرب هو المصدر للجميع هاد الموارد الطبيعية فكيف لامريكا غد يتراهن بهذا الشرك الكبير لكشكل مستقبل الاقتصاد الامريكي والمغربي اما الان الاخوالكيرام غد ينتقلوا للحديث حول الاوضاع الداخلي اللي كتعيش بلن نواد الازمة الصحية العالمية اللي كمر منها العالم والاوضاع الخطيرة اللي كنمر منها الاخوالكيرام في هذه الايام والوضع خطير مشي فقط في المغرب وانما في العالم وكانت هناك اشارة من طرف الرئيس الامريكي واللي خرجه طالب الشعب الامريكي بتسريع عمل يجيل تلقيه واللجوء لا تلقيه لان الوضع هو خطير في العالم الان ربما احنا في المغرب كنسجلوا اكثر من عشر الاف اصابة بشكل يومي ولكن اللي خاصل الناس تعرف بان ذروة الخطرة اللي اخوالكيرام ما زال ما وصلناش لها رأى في الايام المقبلة وكتقول دراسات انه في الايام المقبلة غد نوصل الارقام اللي هي كبيرة جدا وهذه الارقام ولا مقدر الله هذه الازمة غد تحصد ارواح بشرية اللي هي كثيرة جدا على قوت الحكومة تطالب الشعب المغربي بتسريع العملية ديال تلقيه لان الوضع هو خطير وغد يمشي والاخوالكيرام ونسمعه صريح ديالوزير الصحة واللي خرج واللي تكلم فهذا الصدد اللي قال بان هناك امكانية للرجوع للحجر الصحي نسمعه الاخوالكيرام الحجر الشامي تحت ما كيبغي سمع هذه الكلمة هذه صعيبة بزاف يعني اليوم السبيل هو الامتتال اجراءات وتشديد لانك تعرفوا الاندوزير عنده علاقة مع الحركية حال ما كانت الحركة اكتراج حال ما الانتشار كيكون ديالعدو لو كان يكون الالتزام ويكون واحد السلوك كيحترم التبعو والاجراءات الاحترازية ما غادش نوصل لهذا الدرجة فبالتالي كيبقى سنسرعوا من الوتيرة دياللي اللي يقح لاننا كل شي عيا وضيحة الاعوان وكي انما كان يشير لجانب الصحي كان اثار جانب اقتصادي والاجتماعي وهذا فبالتالي اه سناخدوا هاد المعطى كامل ونخرجوا بخلاصات ونقدروا نقولوا هال اجراءات اللي يمكن البلاد ديالنا تمكن منها نجي ونسدوا سهل اسهل الحل هو نجي ونسدوا ونقولوا نديرو الحجر الصحي على كل شي ولكن واشف فيها شي فائدة كبيرة ربما تكونوا فائدة واحد المدى معينة ولكن غنكونوا نكونوا نؤثرنا سلبيا على بزاب ديال القطاعات والمعناويين والنفسانيين والاثر للنفسي ديال هاد الكوفيد تهوارة كبيرة اذا نقبطوا العصام من الوسط ونشوفو نديرو حلا المزيخ نقيصو ونقصو باش ان شاء الله هنا لاخوة الكرام الامر ليس بالبساطة اللي كتخيلوا هذا الامر ربما غذيت ضروا فيهم جموعة من الاطراف خصوصا كان عارفوا بان الجالية المغربية هي حاليا متواجدة في المغرب بسفت الناس اللي جيين يزوروا العائلة ديالهم وعندهم جموعة عالمة السفاة واش الحدود غذيتسد واش طياران غذيتتوقفهم جموعة من الاسئلة ولكن جميع المؤشرات الاخوة الكرام فهي كتبين بان الارقام غدا في واحد الارتفاع وجميع الدراسات كتأكد باننا في الايام المقبلة غدي نشهدو وحد الموجة اللي هي خطيرة ولكن ما قدر الله غدي تحصد ارواح بشرية اللي هي كثيرة انا في نظر الناس اللي كتسول على المسألة لاغلاق الحدود والناس اللي بغين يزوروا المغرب وربما ما زال ما زاروش وكي يقول لك واش نجي واش ما نجي واش مع هاد الارقام انا اقول وافضل ان كل واحد يلتازم بالمكان دياله وما يلجأش لهاد المسألة دي للصفر لان اي قرار ممكن يتخذ في اي لحظة راه ما كدناش متوقعين هاد المسألة دي لاغلاق القاعة الرياضية ما كدناش متوقعين المسألة دي لاغلاق الحمامات ومجموعة دي المسائل واغلاق ربما وتوقيف الحفلات احنا وصلنا لها والايام المقبلة راه تقدر اي حاجة تجي في طريق وذلك هو مرتبط بالارقام اللي كي سجلها المغرب والان غديمشي ونجابه على واحد سؤال هل ستتجه الحكومة المغربية نحو فرض اجبارية التلقيه السؤال يرتبط الحال تطرح لرئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني الخبر يقول خرج رئيس الحكومة سعد العثماني عن صمته بخصوص الجدل القائم حول امكانية فرض اجبارية التلقيه على المواطنين المغربة بعد الارتفاع الغير مسبوق في حالات الاصابة وكشف العثماني خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للانباء انه لن يتم فرض اجبارية التلقيه على المواطنين المغربة مضيفا ان الحكومة تعول على وعي المواطنين للمبادرة الى التلقيه ومسجلا مجموع الملقحين في افريقيا برمتها واشار العثماني في حادته الى ان الاجراءات التي تم اتخاذها هي ضرورية وتبقى مؤقتة في افق السيطرة على تفشي المرض من خلال توسيح حملة التلقيه للاقتراب من تحقيق المناع الجماعي بهدف العودة للحياة الطبيعية اذا اللي غادي نقول لكم الاخوة الكرام نرد بنا وكفانا من الاستخفاف الناس لربما ما واخدين شهد الموضوع بجدية وما كانت تسلام التعناق نرد بنا في هذه الايام المقبلة لانا ايام خطيرة وربما بعض الاحصائية تقول بان واحد الفئة كبيرة من المغاربة غادي تكون مصابة بهذا المرض فبارك الله فيكم ناخد الامر بجدية وفي انتظار المستجدات حول القضية اللي دائما ما كان نقشوها معكم عبر مجموعة من الحلقات انتظروا دائما الجديد ينا على الساعات تسعة مساء وفي انتظار لذلك لا تنسوش الفيديو تشاركو على وسعني تقوكين بزفة الناس ما من خارطينش معنا بارك الله فيكم من خارطو باش يوصلكم الفيديو والدينا والسلام عليكم ورحمة الله